يوشك الاقتصاد اليمني ان ينقض على اخر حجر في جداره الدفاعي الاخير ومع انهيار الريال في سوق الصرف وارتفاع اسعار السلع الغذائية لوحت الحكومة مؤخرا بالتعامل مع كل الخيارات المطروحة للردع الحرب الحوثية على الاقتصاد الوطني في الواقع تمضي ميليشيا الحوثي الارهابية في تقويض الاقتصاد بكل الوسائل التي تحقق غايتها على خط التجويع العنصري وتعميق ظروف المجاعة والازمة الانسانية بالعقاب الجماعي الشامل وتصاعد الميليشيا من اجراءات الاضرار بالقطاع الاقتصادي والمالي عبر متسلسلة منهجية تستهدف شرعية السلطة الشرعية بتجميد تصدير النفط في مناطق الشرعية وتعطيل ميناء عدن مقابل فرض ميناء الحديدة منفذا وحيدا للاستيراد التجاري الخارجي ومع كل اجراء جديد تفرضه الميليشيا على حركة التجارة والمال في عمق المحافظات المحررة تضيق حتى العدم خيارات الحكومة في ردع الحرب الاقتصادية الحوثية غير ان متسعا من الوقت ما زال سانحا امام الحكومة لرفع يدها المكتوفة عن مسؤولياتها الكاملة تجاه الهدنة التي لم تنفذ الميليشيا ايا من بنودها ولا يحتاج الامر من الحكومة لما هو ابعد من اعادة ميناء الحديدة الى وضع ما قبل ابريل الفين واثنين وعشرين والاعلان عن اغلاق المجال الجوي امام المطارين الدوليين في صنعاء والحديدة ذلك ما لا بد منه في الوقت الحالي فالحرب الحوثية على الاقتصاد لا تهدد وتنسف السلام بل هي من ثماره المريرة في الهدنة المنقوصة التي تعطي الميليشيا كل شيء دون مقابل ترجمة نانسي قنقر